الآن نرحب بضيفنا من رامالله مونير الجغوب القيادية في حركة فتحة أهلا بحضرتك معنا سيد مونير بمنتهى المباشرة هل تنسق رامالله حاليا مع الأمريكان وغير الأمريكان لترتيب اليوم التالي في غزة بعد الحرب القيادة الفلسطينية أعلنت موقف كان صريحا وواضحا ليس ترتيبات مع الولايات المتحدة أو مع غيرها هناك ورقة عربية من السوداسي العربي قد صدرت لها علاقة بحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية انسحاب الاحتلال من قطاع غزة تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية تواصل جغرافي وسياسي توحيد المؤسسات الفلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الرؤية التي تشكلت من اجتماع السوداسي العربي وتم تقديمها إلى الولايات المتحدة وإلى المجتمع الدولي بالتالي ما نتحدث عنه هو رؤية عربية ورؤية فلسطينية متكاملة لها علاقة بالحقوق الفلسطينية الحقوق الوطنية هل هذه الرؤية بها قوات متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة؟ أبدا هذه الرؤية فيها كما كان في اتفاق أوسلو استلمت منظمة التحرير قطاع غزة ضمن اتفاق أوسلو الآن إذا أرادت أن تعود سوف تعود في اتفاق وطني وجدولة وطنية لها علاقة بزمان ومكان رحيل الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية وليس فقط إدارة قطاع غزة لأنه ليس مشروعنا هو إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة بل المشروع الوطني الفلسطيني هو تدسيد الاستقلال على الأرض الواقع في الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران عن 67 وعاصمتها الكدس الشرقية هذا هو ما تهدف إليه القيادة الفلسطينية هذا يا سيد مونير هو المطلب العربي اسمح لي هذا هو المطلب العربي بينما المطلب الأمريكي غير ذلك المطلب الأمريكي يقول لحضرتك بحسب يعني بوليتيكو والتسريبات الإعلامية إن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على تل أبيب حتى توقف هذه الحرب إسرائيل تتساءل عن ترتيبات اليوم التالي تقول لحضرت المتحدة لا مانع من قوات حفظ سلام داخل غزة هل ستقبل رامالة بذلك؟ طبعا نحن نتحدث عن خطة وطنية فلسطينية عربية ولا نتحدث عن خطة أمريكية إسرائيلية إذا تقاطعت هذه الخطة مع الجهود الوطنية الفلسطينية والجهود العربية التي ترمي إلى خلق أفق سياسي بجدول زمني فأهلا وسهلا وغير ذلك لن نذهب إلى إدارة قطاع غزة لا برؤية إسرائيلية والأمريكية بل بمشروع عربي متكامل وقاعدة مبادرة السلام العربية إذن من سيدير قطاع غزة سيد مونير؟ من سيدير قطاع غزة إذن؟ سيدير قطاع غزة اتفاق وطني فلسطيني بضمانة عربية بضمانة دولية كما اتفاق أسلو ولكن له علاقة بكل الأراضي الفلسطينية وليس فقط في قطاع غزة طيب الآن الدكتور محمد مصطفى المكلف بتشكيل حكومة الفلسطينية الجديدة والذي اختارته رامالله هل تعتقد حضرتك أنه اسم توافقي شعبيا داخل فلسطين وحزبيا فصائليا؟ يعني هذه الحكومة أول شيء هي حكومة من المهم أن تكون اللبنة الأولى في توحيد الفلسطينيين لا سيما أنها أول شيء هي ليست حكومة فصائلية هي حكومة من مجموعة من الخبراء والمهنيين فيها ثمن أعضاء من قطاع غزة وهذا السبب والكم الكبير هو له علاقة في المستقبل القريب نحن في القيادة الفلسطينية كان هناك إصلاح وطني داخلي قاموا به عن طريق هذه الحكومة تقاطع مع مطالب عربية ومطالب دولية بالتالي الكرة الآن في ملعب العالم أن يذهب إلى الخطوة الثانية وهي إيقاف العدوان انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة خطة عربية شاملة لإغاثة القطاع إنسانيا ودوليا البدء بإجراءات سياسية لها علاقة بجلاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية المستقلة أنا أقول لك إذا نريد أن نرفض هذه الحكومة لتطلع بمهمها هل نقبل في الاحتلال أن يبقى في قطاع غزة؟ إذا كانت هذه الحكومة مدخل فهذا شيء جيد للفلسطينيين أما أن نبقى متمسكين بأرائنا لم أفهم هذه الجملة سيد مونير لم أفهم هذه الجملة هل تقول لنا أنه لم أفهم منك هذه الجملة تحتاج إلى توضيح هل تقول لنا أنه تم اختيار السيد محمد مصطفى حتى ينتهي حتى ينتهي الاجتياح البر الإسرائيلي على غزة؟ لم أفهم هذه الجملة لا لا هذه الحكومة جاءت متقاطعة مع مطالب فلسطينية ومطالب عربية في الإصلاح ومطالب دولية هذه المطالب لها علاقة بأن يكون الفلسطينيين موحدين الحكومة الدكتور محمد اشتيا كانت حكومة فصائلية كما تعلم فجاءت هذه الحكومة تلبية إلى التطلعات الدولية وتطلعات السوداسية العربية وتطلعات الفلسطينية الداخلية من أجل أن تكون حكومة الكل الفلسطيني بوجود خبراء ومهنيين فيها لإدارة كل الحالة الفلسطينية أنت تعلم بأن منذ عام 2007 وحتى هذه اللحظة لم تتخلى منظمة التحرير عن كل التزاماتها اتجاه قطاع غزة بالتالي هذه الحكومة جاءت لتعزد هذه الالتزامات والقيام بها ولكن بدون أن يكون بداخلها أعضاء من الفصائل بل مدعومة فصائليا ومدعومة من القيادة الفلسطينية ومدعومة عربيا والكل رحب في هذه الحكومة لتقوم بدورها باتجاه الشعب الفلسطيني إذن سيد مونير حاضرتك تقول لنا الآن أن هذه حكومة تمثل حكومة الكل الفلسطيني طيب من يدعم اسم السيد محمد مصطفى داخل فلسطين على المستوى الحزبي والفصائلي يعني أول شيء هذه الحكومة كما قلت لك جاءت بناء على القانون الفلسطيني الأساسي شكلها الرئيس محمود عباس لاقت ترحيبا عربيا ودوليا وأجنبيا وأيضا ارتياح فلسطيني داخل من يدعمها داخل فلسطين يعني حتى إخراضات الفلسطينية ضد هذه اعطينا اسم من يدعمها من يدخمها داخل فلسطين نعم لا الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير تدعمها أنت تريد أكبر منظمة التحرير أن يدعم هذه الحكومة طيب الفصائل تدعمها منظمة التحرير تدعمها الفصائل تدعمها الفصائل تدعمها الفصائل الفلسطينية بالتأكيد من منظمة التحرير من بداخل منظمة التحرير طيب حماس والجهاد يدعمان اسم سيد محمد مصطفى حماس والجهاد الإسلامي لم يدعموا أي حكومة على طوال فترة عملهم ولم يكون جزء من أي حكومة الجهاد الإسلامي وحماس أنت تعرف موقفها دائما ما هو باتجاه هذا الموضوع طيب إذن إنها حكومة الكل ربما فيها بعض المبالغة حتى أفهم منك سيد مونير فقط يعني فقط نريد أن نفهم من حضرتك إذن فكرة إنها حكومة الكل ربما يعني لا نستطيع أن نترجمها كذا من يمكن أن نقول إنها حكومة حل أزمة ما صحيح توافق على ذلك؟ لا إذا سمحت لي بداية لا يوجد حكومة في العالم يكون عليها إجماع داخلي أي حكومة في أي دولة في العالم انظر عليها يا صديقي هل تجد عليها إجماع داخلي؟ صحيح ولكن إذا وصل هذا الإجماع إلى 60 و70% أو هذا الدعم 60 أو 70% فهذا أمر جيد هكذا تشكل الحكومات وكل حكومة في العالم تشكل يصاحبها صخب وإتراضات صحيح يعني أنا أقول لدك مثال صغير الحكومات في إسرائيل من 123 مقعد تحوز على 61 مقعد حتى تستطيع أن تعمل صحيح فبالتالي إذا كانت هذه الحكومة مدعوما من منظمة التحرير وأمين سر ورئيس منظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة كلف هذه الحكومة نعم بالتالي يعني هذا إجماع كافي أما إذا جئنا بموضوع حركة حماس والجهاد الإسلامي نعم فهذا موضوع مختلف له علاقة بمشكلة فلسطينية داخلية وإذا بقينا ننتظر حتى توافق حركة حماس على الحكومة سوف ننتظر أيضا كمان 17 عاما ويبقى شعبنا في الحالة التي أنت تشاهدها في قطاع غزة بالتالي هذه الحكومة جاءت متقاطعة وطنيا وداخليا ومتقاطعة مع المطالب العربية والمطالب الدولية في عملية الإصلاح الفلسطينية والعمل الفلسطيني بالتالي هي حكومة حل وهي أيضا حكومة جزء من توافق كبير وهي تستطيع أن تعمل إذا يعني أطيحت لها الفرصة كما عملت الحكومات السابقة وقدمت كل ما تستطيع لقطاع غزة الآن الأمر مختلف قطاع غزة تحت الاحتلال مثله ومثل الضفة الغربية بالتالي السماح لهذه الحكومة في العمل هو يعني جزء من تطلعات وطنية فلسطينية إغاثة الناس الوقوف إلى جانبهم إعمار قطاع غزة بالتالي لماذا حركة حماس تريد أن تعارض ذلك حركة حماس لا تستطيع أن تقدم كاسة ماء للفلسطينيين في قطاع غزة لماذا تعارض أن يكون هناك حكومة تقدم التزامات للشعب الفلسطيني وتقف إلى جانبه وهي حكومة فلسطينية لا بإرادة إسرائيلية ولا بإرادة أخرى بل بإرادة وطنية وتشكيل فلسطيني سأقول لك هي تقول حركة حماس إن ربما اسم السيد محمد مصطفى هي هكذا تقول تم اختياره خارج رام الله صحيح وأنت بالتأكيد استمعت إلى ذلك شوف لن تنتهي حركة حماس من هذا الموضوع يعني احتل قطاع غزة دمر قطاع غزة أصبح مكان غير صالح للحياة الشعب الفلسطيني مهدد بالهجرة وما زالت حركة حماس تقول أريد هذا ولا أريد هذا الآن الفرصة متاحة للكل الفلسطيني أن يجعل هذه الحكومة تعمل وأن تكون واجهة بما أنها قد تلقت كل هذا الترحيب الدولي والعربي بالتأكيد هذا الترحيب سوف يلحق دعم سواء كان سياسي أو مالي باتجاه الفلسطينيين فلماذا حماس تريد أن تعارض ذلك هل تريد حماس أن يبقى الشعب الفلسطيني يعني أسير في قطاع غزة وتحت القصف والقتل والعدوان إذا كان هناك بارقة أمل الآن موجودة في هذه الحكومة فلندعمها جميعا ولندعها تعمل إذا نحن لا نستطيع أن نعمل لندعها تعمل لماذا نقف في طريقها أنت تشاهد ما يحدث في قطاع غزة يعني ما يحدث في قطاع غزة نكبة جديدة لا يستطيع أي فصيل فلسطيني لوحده أن يعمل في قطاع غزة هذا يريد مجهود وطني فلسطيني وعربي ودولي وهذا غير متوفر عند حركة حماس ولا تستطيع أن توفره حركة حماس بسبب الظروف التي تمر بها الآن أنت تشاهد ما يحدث في قطاع غزة من احتلال ومن دمار ومن تشريد بالتالي لندع هذه الحكومة أن تأخذ هذه الفرصة وأن لا نضع العصي في دواليب هذه الحكومة طيب اعطينا فقط تصورا يا سيد منير لمستقبل حركة حماس السياسي يعني مستقبل حركة حماس السياسي هي التي تصنع التصور وليس أنا والمعركة في الميدان هي أيضا الذي تصنع هذا التصور أنا أقول لك سياسيا ماذا حدث بعد 7 أكتوبر تم إعادة احتلال قطاع غزة والآن الاحتلال الإسرائيلي يستعد يعني القبض بشكل كامل على قطاع غزة وتجعله تحت السيطرة باحتلال محور فلالدلفيا ومعبر رفح بالتالي يعني أي عمل سياسي أو مقاوم يجب أن يكون له أهداف ما هي الأهداف التي تحققت حتى هذه اللحظة بالتالي الميدان والمعركة هو الذي يحدد الاتجاه السياسي لحركة حماس ولست أنا عبر قناتكم الموقرة بالتالي ما يحدث في القطاع هو الذي يحدد ذلك نحن ما نشاهده الآن هناك يعني مقاومة داخل قطاع غزة تحاول أن تواجه هذا الاحتلال ولكن بالتأكيد ليست بقوة هذا الاحتلال هذا الاحتلال جعل قطاع غزة مجموعة من الأشلاء والركام والدمار بدون بنية احتية بدون تعليم بدون صحة بدون أي شيء بالتالي هذا هو الأمر الواقع الآن في قطاع غزة والذي نشاهده على أرض الواقع أما حماس سياسيا فإسرائيل لا تستطيع أن تقضي على أي حزب سياسي لماذا تريد أن تقضي على حركة حماس بالتأكيد سياسيا سوف تبقى موجودة ولكن بدون مخالبها التي شاهدناها في 7 أكتوبر هل ستتعاون مع حكومة السيد محمد مصطفى إذن إذا ما كلفت هذه الحكومة بإدارة شؤون قطاع غزة يعني هذه الحكومة أعود وأكرر حتى لا نخطي سياسيا هي ليس مكلفة بإدارة قطاع غزة إذا ما طلب من هذا مكلفة بإدارة الفلسطينيين في الأراضي إذا لا أحد يطلب منا نرى أين مصلحتنا الوطنية ونذهب باتجاهها لا نلبي تطلعات أحد بل نلبي تطلعات شعبنا وأبناء شعبنا بالتالي الحكومة جاءت من صلب منظمة التحرير ملتزمة في برنابجها وملتزمة في إطارها وما يطلب منها من قيادة المنظمة سوف تنفذ بالتأكيد يا سيد منير تعلم أكثر مننا أن هناك تصريحات من إسرائيل تقول فيها أنها لن تسمح بإدارة قطاع غزة كما كان يوضار لن تسمح بوجود إدارة من حماس ولا حتى من السلطة تعلم ذلك حضرتك الآن هناك ربما محاولة للحل صحيح صحيح طيب هناك محاولة للحل هناك من يتحدث عن إدارة من راملة بحكومة الدكتور محمد مصطفى هذا مطروح بشرط التعاون مع حماس وهناك من يقول قوات حفظ السلام فلسطينية لا أدري معناها بالمناسبة لو لك أن تشرحها لنا قوات حفظ السلام فلسطينية لا أدري معناها أو عربية أو متعددة الجنسيات هل هناك بديل رابع هناك البديل الفلسطيني الذي تحدث عنه الرئيس محمود عباس وهو هناك الخطة الفلسطينية التي تحدثت عنها القيادة الفلسطينية هل توافق إسرائيل عليها اليوم التالي يجب أن يكون هناك وهل نحن موجودين حتى توافق إسرائيل أو لا توافق هناك مجتمع دولي الآن يدعم هذا الموضوع كيف سيتم تطبيقها لن أقاطع كمرة أخرى كيف سيتم تطبيقها هذه الرؤية هذه الرؤية سوف يتم تمريرها عن طريق السوداسية العربية في ورقة تم وضعها عن طريق هذه السوداسية قدمت الولايات المتحدة وأنا أقول لك لأول مرة المجتمع الدولي والولايات المتحدة أصبحوا على قناعة كاملة بأنه يجب أن يكون هناك حل وبصيص أمل ودولة فلسطينية ولكن ما هي المطالب الفلسطينية الوطنية هي أن يكون ذلك بجدول زمني وأن لا نتحدث عن حل الدولتين هذا طرح في عام 2002 ونحن الآن في عام 2024 وأن لا يبقى هناك مماطلة في عملية الحل بالتالي هذا الموضوع سوف يفرد سياسيا أنا أقول لك المعركة على أرض الواقع للأسف الشديد لن تحقق أي شيء والمعركة أصبحت ذاهبة باتجاه الصفرية وباتجاه احتلال قطاع غزة الآن ما يريد نتنياهو وحكومة الاحتلال هو العودة إلى مفاوضات أسلو لإعادة تسليم قطاع غزة بعد 10-15 عام للفلسطينيين الخطة الفلسطينية والعربية تتحدث عن حل سريع للفلسطينيين بجدول زمني بإزالة المستوطنات والاحتلال والمستعمرات وأن تكون الكدس عاصمة لهذه الدولة وبجدول زمني محدد بالتالي نحن نتطلع إلى خطتنا الوطنية ولا علاقة لنا بما تطرح إسرائيل من اقتراحات لأنه بالتأكيد لن يكون إلى صالح الشعب الفلسطيني ولا إلى صالح تطلعاته الوطنية والمستقبلية أشكرك مدير الجغوب القيادية في حركة فتح كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك